اشتركوا في القناة وكنا دايما لما بنيجي نستخرجه وبنستسهله وبنسأل كيفه وبنشوف مين اللي جاوب علينا السؤال كيفه طيب صاحب الحال اللي احنا بنسأله كيفه دوت وبنعرف حاله ممكن يكون الفاعل او المفعول به او هما معا السنة هنزود معلومة صغيرة على الحال فان احنا هناخد انواعه زي ما اخدنا في الدرس اللي فات انواع النعت المفرد والجملة وشبه الجملة كذلك هناخد الترمي ده ان شاء الله انواع الحال فهنلاقي عندنا الحال المفردة والحال الجملة والحال شبه الجملة تعالوا نبص مع بعض على الامثلة اولا الحال المفردة زي ما اتفقنا شباب الحال المفردة هي اجابة لسؤال كيفه وهي عبارة عن كلمة واحدة لا هي جملة ولا هي شبه جملة بتبين هيئة صاحبها وقت وقوع الفاعل وصاحبها ده زي ما قلنا ممكن يكون الفاعل وممكن يكون المفعول به يعني مثلا لو بنظرنا مع بعض هنا على الجملة دي هنلاقي الجملة بتقول جاءت خديجة مبتسمة لو انا سألت كيف جاءت خديجة فالاجابة هتكون مبتسمة مين اللي مبتسمة خديجة طب تعالوا كده هنعرف مع بعض كلمة خديجة هلاقي ان مين اللي جاءت خديجة اللي جاءت فهتبقى خديجة فاعل مرفوع وعلامة رفعيه اتضم وعلى هذا نجد ان الحال هنا جاء كلمة مبتسمة اجابة لسؤال كيف صاحب الحال اللي بنتكلم عنه خديجة مبتسمة دي بتبين هيئة خديجة وقت المجيد اذا الحال هنا بيبين هيئة صاحبه وقت وقوع الفعل الحاجة التانية هنلاحظها مع بعض ان كلمة مبتسمة جاءت نكرة كلمة مبتسمة جاءت نكرة اذا الحالة المفردة دائما تأتي نكرة طب صاحبها اللي هو خديجة احنا متفقين ان اسامي الاشخاص معرفة وتسمى علم اذا صاحب الحال عندي هنا جاء معرفة يبقى هنطلع كده بجدء صغير من القعدة بتاعتنا من المثال ده اول حاجة ان الحال اسم نكرة تاني حاجة صاحب الحال يأتي معرفة الحال دائما منصوبة نشوف مثال كمان شربت الماء باردا كيف شربت الماء هيجاوب عليها قول لي شربت الماء باردا اذا اللي زاد علي في الاجابة كلمة باردا طب باردا بتبين ايه بتبين حالة الماء وقت الشرب اللي هو وقت وقوع الفعل وعلي فقد بيانت حالة المفعول به وقت وقوع الفعل لاني لو جيت اعرف كلمة الماء ابوص على الجملة ليها جملة فعلية اسأل نفسي من الذي شرب انا الذي شربت واللي بيدل علي هنا التاء اذا فالفاعل هو التاء والماء هو الذي تم شربه اي الذي وقع عليه فعل الفاعل فالماء مفعول به منصوب وباردا هي الحالة التي بيانت حالة الماء وقت وقوع الفعل اللي هو الشرب نرجع نفتكر تاني الحال اسم نكرة الحال دائما منصوبة صاحب الحال عندي قد يكون الفاعل وقد يكون المفعول به وصاحب الحال دائما معرفة كلمة خديجة جاءت معرفة لانها علم كلمة الماء جاءت معرفة لانها اسم محلة بقل او معرفة بقل المثال التالت حيا المدرس التلاميذة واقفين تمام كلمة واقفين بتدل على ايه اللي دي بتبين هيئة المعلم والتلاميذ او المدرس والتلاميذ وقت التحية وعليه فهي حال منصوب وعلامة نصبها الياء ليه قالي لان هي جامعة مذكر سالم تمام ومين صاحب الحال هنا لان التلاميذ والمعلم كلا هما او كلهم واقفين وعليه فان صاحب الحال هنا هو الفاعل والمفعول معا وقد يرى البعض ان كلمة واقفين بتعود على التلاميذ فقط فيكون صاحب الحال هنا هو المفعول به نيجل تاني نوع من الحال الحال الجملة وكلمة جملة دي لما اخدناها في انواع الخبر في ستة بتدائي او اخدناها في انواع النعت السنة دي مع بعض عارفنا أن هي بيقصد بيها نوعين من الجملة إما الجملة الإسمية وإما الجملة الفعلية تاني حاجة نفتكرها لما كان بيجي لي جملة كان لازم يتواجد فيها الرابط إحنا لحد دلوقتي عارفنا أن الرابط ده هو الضمير لأ هنضيف مع بعض على الحال أن الرابط ممكن يكون ضمير وممكن يكون واو الحال وممكن يكون كلاهما معا يعني إيه؟ هنتعرف مع بعض على ده من خلال الأمثلة بص على الجملة الأولانية بقول لي جاءت فاطمة ووجهها منير اتفقنا أن أسهل حاجة طلع بها الحال أسأل كيف طيب كيس جاءت فاطمة هلاقي الإجابة ووجهها منير إذن دي أكتر من كلمة وعبارة عن إيه؟ عبارة عن اسمين يربط بينهما ضمير اللي هو هائل غيبة وفي واو جات لي في الأول دي ما سميها واو الحال مدامة الجملة عبرت لي عن حالة فاطمة وقت المجيء فالواو دي تسمى واو الحال يا شباب وعليفة أن الجملة الإسمية هنا في محل نصب حال لأن احنا اتفقنا أن الحال دايما منصوبة تمام؟ طيب في الجملة الثانية جاءت أسماء وتبتسم كيف جاءت أسماء؟ تمام؟ هلاقي الإجابة تبتسم تبتسم ده فعل أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هي يعوده على الفاعل اللي هو أسماء في الجملة اللي قبلها في نفس الجملة عدرا فهلاقي أن الجملة الفعلية هنا عبرت عن حالة أسماء وقت المجيء إذن الجملة الفعلية هنا في محل نصب حال يبقى احنا كده هنسترجع مع بعض المعلومات اللي قلناها قلنا أول معلومة أن الحال دائما منصوبة الحال قد تأتي مفردة وقد تأتي جملة الحال إذا جاءت جملة فلابد أن تشتمل على رابط هذا الرابط قد يكون ضمير بارز مثل الهاء وقد يكون ضمير مستتر مثل هي وقد يكون الواو والضمير معا مثل المثال الأول جاءت فاطمة ووجهها منير نشوف مع بعض الحال الثالث شبه الجملة خلينا نفتكر مع بعض أن احنا اتفقنا أن شبه الجملة ده بيكون حاجة من اتنين إما أنه يكون جار ومجرور أو أنه يكون ظرف تعالوا نبصوا مع بعض وإحنا اتفقنا أن احنا نستخدم أداة الاستفهام كيف عشان نتعرف على الحال لما يقولي رأيت القمر بين النجوم كيف رأيت القمر؟ تمام بين النجوم ولكن هنا باخد الظرف فقط كشبه جملة لأن النجوم مضاف إليه طب في المثال الثاني ينصت التلاميذ في اهتمام كيف ينصت التلاميذ؟ الإجابة في اهتمام في اهتمام هي عبارة عن شبه جملة جار ومجرور وزي ما اتفقنا الجمل وأشباه الجمل لا تعرف مباشرة يعني ما قدرش أقول عليها حال لأنا بعربها إعراب تفصيلي يعني لو ظرفة بقول ظرفة زمان أو مكان منصوب وبعدين أقوله وشبه الجملة في محل نصب الحال وفي الجملة الثانية بعرف حرف الجر فيه حرف جر مبني لمحل له من الإعراب واهتمام اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة وبعدين أجمعهم مع بعض وقل شبه الجملة في اهتمام في محل نصب الحال تمام؟ نفتكر مع بعض الكلام ده طيب نفس اللي قلنا يا شباب قلنا إن صاحب الحال دائما يأتي معرفة صاحب الحال فاعل أو مفعول به أو كلاهما معا الرابط في جملة الحال قد يكون الواو أو قد يكون الضمير وقد يكون كلاهما معا الحال دائما منصوبة فإذا كانت مفردة تعرف حال منصوبة بشكل مباشر وإذا كانت جملة أو شبه جملة يقال أنها في محل نصب الحال عندنا بعض الكلمات اللي لما نشوفها كده في أي قطع بنعربها حال على طول الكلمات دي أولا ألفاظ الترتيب أولا ثانيا ثالثا بعد كده عندي كلمات مثل خاصة جميعا دائما معا قائلا سويا وهذه الكلمات التي تظهر أمامك تعالوا نشوف مع بعض التدريب ده ونحلوا سواء لما قولي أعرب الجملة التالية راكبت الطائرة وهي محلقة في الجو علشان نعرب إعراب سليم لازم نحدد الأول نوع الجملة اللي بتعامل معها تعالوا نبص كده على الجملة في أولها تلاقيها بدأت بالفعل راكبة إذن فهي جملة فعلية تعالوا نبص راكبت راكبة نحاول نوقف الفيديو شباب ونكتبها كده في ورقة ونحلها وبعد كده نطابق الحال اللي احنا كتبناه باللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض قالي هنا ان الفعل راكبة فعل ماضي مبني على السكون لان لو نطقت ونمركز مع الحرف الأخير في أصل الفعل اللي هو الباق هلاقيه ساكن راكبتو فهو فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاقي الفاعل واتفانى بكأن تاقي الفاعل دي ضمير بارز متصل مبني في محل رفع الفاعل يبقى كده نجدت الفعل والفاعل الطائرة هي التي وقع عليها الفاعل إذن فهي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الواو واو الحال وهي حرف مبني لا محالة لهم من الاعراب وهي ضمير بارز منفصل مبني في محل رفع مبتدأ ومحلقة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وبعدين هبص راق الجملة هي محلقة بتجاوبني على سؤال كيف راكبت الطائرة كيف كانت حالة الطائرة تمام وهي محلقة جملة اسمية في محل نصب حال في الجو جر ومجرور ده اختصارا إنما لما نيجي نعروه بالتفصيل هنقول فيه حرف جر مبني والجو اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة بعض المعلومات يا شباب مش عايزين ننساها إحنا دلوقتي جمعنا الدرسين مع بعض درس النعت ودرس الحال لأن إحنا لاحظنا إن في درس النعت وكنت دايما بقول إن المنعوت لازم يكون نكرة لو النعت هيكون جملة أو شبه جملة وقلنا إن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات هنجي نجمع الجزء الثاني من قاعدتنا ونقول إن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وعليه تصبح الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال